ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بألف خير النهاردة نتكلم عن أنواع الورود الشتوية ومميزاتها وفوايدها بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد الورود رمز المحبة والجمال والبهجة وهي علامة السلام والرونك للنبات ففي الحضائق الكاملة المتنوعة توجد الورود الموسمية على طول العام كما توجد ورود الربيع المتفتحة والمبهجة بألوانها الدافئة والتي تنطفي تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة لتحل محلها ورود السيف المميزة أما ورود الخريف الخجولة فلا تنطفي قبل أن يشتد البرد عليها ليبدأ وقت ورود الشتاء المتقلقة فوائد ومميزات ورود الشتاء من المعروف أن فصل الشتاء بيجلب الخمول للبيوت فبرودة الطقس وإضاءة النهار الخفيفة والقصيرة والأبواب والنوافذ المغلقة كلها عوامل بتسبب في غياب الحيوية والنشاط وفي هذه الحالة يمكن أن تكون ورود الشتاء بأنواحها المختلفة حلا جميلا إن وضعت في زهريات في أرجاء المنزل مختلفة عند المداخل وفي أماكن الجلوس والنوم والعمل لتنصر عطرها المطمئن ولتكون أظهرها نقاطا مضيئة ملونة في أرجاء المنزل زهرة الكاميليا يمكن أن تتحمل الكاميليا درجات حرارة منخفضة بشكل مدهش في فصل الشتاء ولكن يجب حمايتها من الرياح واستمر عايتها يمكن وقتها أن تستمر أظهرها لأسابيع طوال فصل الشتاء وهذه النبتة سهلة التعامل والرعاية زهرة ليليا الوادي هذه الزهرة تتميز بأوراقها العريضة والتي تشبه الرمح أما أظهرها فهي صغيرة ولونها أبيض تشبه الأجراص في شكلها وهذه الزهرة من النباتات المعمرة التي تتواجد بقصرة في الحضائق العامة وهي من الظهور التي تستخدم بقصرة كباقات للأفراح زهرة البيتونيا هذه الزهرة مثالية لحضيقتك الشتوية وهي أظهار كبيرة ومثالية للزراعة في الخريف والشتاء يمكن أن تظاهر في ألوان عديدة مثل الأبيض والأصفر والوردي والقرمز الداكن والإرجواني زهرة البنسي أو زهرة البنفسي هي زهرة شتوية أخرى شائعة وهي من الأظهار التي تتوفر في جميع الألوان تقريبا يمكن زراعتها في الحضيقة وعمل مزيج مختلف من الألوان وهي من النباتات التي تظاهر في الظل زهرة الأليسيوم بتعيش هذه الزهرة في فترة الصقيع فهي من الأظهار الزهية الجميلة التي تتناسى في أواخر فصل الشتاء وأوائل فصل الرابعة زهرة التوليب هذه الزهرة من الأظهار التي تتمتع بشكلها الجميل وتتميز هذه الزهرة بأنها تظل فترة طويلة نضرة وجميلة ولا تزبل إلا بعد مدة طويلة كما أنها بتتميز عن غيرها في قدرتها لتحمل برد الشتاء القارس وهي تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة حتى تتفتح أظهرها وبتتميز بألوانها الجميلة والعديدة مثل الأحمر والأصفر والبنفسجي والوردي والأبيض والأسود زهرة البهجة بتعتبر من الأظهار التي لها مميزات عديدة ومنها أن غصنها طويل للغاية وتزدهر براعمها بشكل مرتب من الأسفل وأوراقها تظهر في أسفل الغصن وشكلها يشبه السيف وتعتبر من الزهور الجميلة التي يتم استخدامها في تنصيق بقاط الزهور ومن ألوانها الأبيض والبرتقالي والكريمي زهرة الهايسنت من أجمل الأبصال الشتوية المزهرة وأفوحها عطرا وهذه النبتة بتحتاج للبرد اللي كيتنمو ألوانها متعددة مثل الأحمر والأصفر والأزرق والأبيض وبزهر النبات خلال فصل الشتاء وبيوجد منه أصناف تنتج العديد من العنقيد الزهرية على نبات واحد عند ظهور البراعم الزهرية يفضل أن يكون في مكان بارد لكي يطول عمر الأصهار محب للضوء الساطع غير المباشر ويمكن زراحة الأبصار في الحديقة في أماكن نصف زليلة بتحتاج إلى سمات بشكل منتظم كل أسبوع لحين بداية التزهير زهرة ياسمين الشتاء هذه الوردة تعد أحد الخيارات الممتازة للحديقة في فصل الشتاء فهي لا تحتاج إلى رعاية فائقة كما أنها تنتج أظهار صفراء زاهية وتتفتح في وقت مبكر من شهر يناير وتتميز السيقان الرفيع النحيلة لهذا اليسمين بجمالها في منظر شتوي رائع وتعتبر من الظهور المتسلقة زهرة العسل الشتوي من بين أفضل الظهور التي تمنح لنا عطرها الفواح وبالأخص في فصل الشتاء وتفوح من هذه الظهرة رائحة الليمون وتنمو بها أظهار بلون أبيض داكن وتستطيع هذه الظهرة أن تتكيف مع المناخ التي تعيش بها زهرة السوسن بيتميز هذا النبات بأصهار الجميلة وهو من النباتات المزهرة المعمرة الشتوية وتبقى الظهرة متفتحة على النبات فترة طويلة وبتم استعمالها في تنصيق بكهات الورد خلال مراحل النمو بيجب دعم الشتلات بأسمدة كيميائية وعضوية وبيتم زرعتها في الحضائق بأماكن نصف مشمسة زهرة الأزريون هي زهرة لها القدرة على النمو بشكل جيد في الأواني وهي من الأزهار الشتاء الأكثر شيوعا وسهلة العناية بها ويمكن العصور عليها بألوان مختلفة ومتنوعة زهرة الخربق لها قدرة على تحمل درجات الحرارة الباردة ولذلك بفضل جزرها العميقة المتنمية يمكن أن تتواجد هذه الزهرة في مجموعة من الألوان مثل الأبيض والوردي والإرجواني أثناء زراعة هذه الزهور يجب مراعاة أنها تتدلى للأسفل ولهذا يجب أن تزرع في فراش مرتفع زهرة النرجس بينمو النبات من بصلة شتوية وتعتبر واحدة من نباتات الزينة حيث تستخدم بعض أنواع النرجس في الأدوية بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام زيتها في بعض أنواع العطور نبات النرجس بيحتاج إلى درجة حرارة باردة خلال فصل الشتاء وهي واحدة من أجمل الظهور في العالم ظهرة الأورنفل ظهور الأورنفل هي نباتات عجبية وردية اللون تتميز برأحتها القوية والمعترة ومتعددة الألوان منها الأبيض والأزرق والأحمر والأصفر تم استخراج حبيبات الأورنفل من الظهور وتم استخدامها في العديد من المجالات الصحية والصيدلانية كعلاج الحمى وتسكين ألام الأسنان ظهرة الأستر أظهر الأستر من الأظهار الشعبية المحببة لكثير من الناس لسهول الزراعتها والتعامل معها كما أنها متوفرة بألوان عديدة مثل الورد الغامق والبنفسجي والأحمر والموف والأبيض وفي الظاهر بتشبه أظهار دوار الشمس أظهرها صغيرة صفراء في المنتصف ومتفرعة في الهواء ألوانها بألوان قوز قزح هذه النبدة مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة وتعني النجمة وقد سميت بهذا الاسم لشكلها الذي يشبه شكل النجمة وبكده نكون خلصنا حلقتنا ويارب تكون استفدتم وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة وظهرة جديدة من بلاكنتي باي باي